شكورنا احنا مجموعة من الشخصيات الوطنية نتجمعنا بشخصنا بدون انتماءات معلومتين منش حزب ومنش جبه سياسي نعطيك الاسمية طبعا دون ترتيب دون ترتيب سيد احمد نجيب الشابي سي غازي معلا سي فوزي عبد الرحمن سي محمود المي أمير الورثة تاني وليد جلد مهدي عبد الجواد لسعد الحجلوي حصونا الناصفي مصفى بن احمد عياذ اللومي محمد أمين سعداني وفخر الدين بالقيت عايشي زمان؟ لا مش موجود معكم شارك معنا في فترة من الفترات معتا في لقاءات كي عديد الاشخاص الاخرى لكن هذو ما الاشخاص المؤسسين نفهم فكرة تتجمع أشخاص أشخاص يهمها الشأن الوطني أشخاص فما شكون فيها موجود كان في الحكم فما لي لي فما لي كان موجود كيف سيادتك على رأس مؤسسة تشريعية اليوم تسميوا روحكم اللقاء الوطني للإنقاذ إنقاذ تونس من شكون بالضبط ومن شنو ممتاز جدا وهو جوهر يعني اللي تلمين عليه ناس هذومة احنا تجاوزنا مسألة ساعة قبل هذا سيلياس تجاوزنا كنت لاحظ في الشخصية الموجودة فمشكون منهم كان مع ما صار 25 جميل انا جايو انا جايو هذه مسألة تجاوزناها إلا جمعنا لنا ضد شخص ولا ضد يعني أي مسألة المسألة التحديات إلا تعرض لها بلادنا خاصة في مجال الاقتصادي والاجتماعي اليوم كانت تشوف حتى في البيانة التأسيسي أول ما تحدثنا تحدثنا على يعني الأزمة الاقتصادية وخاصة الانهيار المالية العمومية ومعاتها في وضعية غير مسبوقة بالمر مما يهدد يعني كيان الدولة التونسية هذه المسألة إلا جمعتنا وارتأينا أنه لازمنا نتجمع معتها بمنأة عن اختلافاتنا بمنأة عن توجهاتنا وأنه الهاجس متعنا إيجاد حلول للبلاد التونسية وإحنا معتها مقتنعين تمام الاغتناع أنه لا يمكن يعني الوصول إلى هذه الحلول إلا في إطار تشاركي والإطار التشاركي هذا ما نجم يكون إلا في إطار حوار وطني جامع يشارك فيه الجميع دون استثناء اليوم الخيارات لأنه لقاءاتنا كانت قبل خطاب سيد قيس سعيد اليوم يبدو أنه سيد رئيس الجمهورية وهذه كانت قناعة لدينا أنه معتها بشي واصل في المصاري يعني الانفراد بالرأي العدم الاستماع للآخر سيدار يفضلك السؤال واضح إنقاذ تونس من شكون وبالضبط من شنو حاش تينس قلت عليهم هل هو إنقاذ تونس من مشروع سياسي لشخص وأنا لطرف معين خلي نفهم بالضبط وإنقاذ تونس من شنو من الخصاصة من الفقر من شنو من المخاطر الاقتصادية العالمية التمويل الميزاني من شنو فسأعطيونا مضمون هذا اللقاء عليش فما الشخصية هذه تلمت اليوم في البلاد وسميت روحها اللقاء الوطني للإنقاذ هو لقاء هو التقاء وطبعا نتحدث عن الإنقاذ هل أنه تدهور المؤشرات الإقتصادية عادي في بلادنا هل أنه اليوم أنا نطرح نطرح الاشكال ونوصف لك شنو اليوم حد ديسمبر اليوم اليوم ما ما زالوا عنا تقريبا 14 أو 15 يوم بعدها لنهاية الشهر اليوم المالية العمومية الميزانية في حاجة إلى 5 مليار دينار يعني 5000 مليار من المليمات مش نكملوا بها شهر هذا الحلول شوال الحلول عندما تقول لي الإنقاذ الوطني وانتم تقولوا مطروحين مثلا إلا 5 ثقب في ميزانية 2021 عندكم 5 شو أحنا دول مالها أحنا دول مالها شو شنو شنو المقترحات متاعكم تقولونا تقولونا امشيوا للبلسة هذه هاو الحل هدايا هاو الثنية هذه أش في قولونا مثلا اللقاء الوطني الإنقاذ كيف سيقترح علينا الإنقاذ يبدو لي سيليس أنه ما نشفهم من بعضنا نفهموا بعضنا أولا الحلول أحنا كشخصية عند التقاءنا أو لقاءنا ما جبناش معنا حلول سحرية ودعينا إلى الحوار لأن الحلول تنبع بمشاركة الناس الكل مهم من نجموش ونجموش أحنا يعني عنا مقترح داخلي به حتى ما صار اليوم معه ما صار رئيس الجمهورية إذا كان ما فهماش حوار وطني هذا بالنسبة لكم وهذا يبشي للإنقاذ الإنقاذ موجود بالنسبة لكم داخل الحوار بديت نفهم شوي على خاطر الحقيقة الملكية نبخلط عنه شوي فنالما اللقاء الوطني للإنقاذ هو نداء أساسي لحوار سياسي وطني هذا هو هذا هو هذا هو الحوار الجامع اللي يجمع النسك دون استثناء إلا من أقصى نفسه على قاعدة التشاور والتشاركية اللي معمول بها خاصة خاصة سيليس أنه المنهج اللي انتهجه سيد رئيس الجمهورية سيعمق عزلة بلادنا خاصة في علاقة بالخارج ب السندق المانحة بكل يعني ما يمكن أنه يعيننا على يعني تمويل الميزانية اليوم وقت نشوفه للمرة الثانية تقريبا وهذه سابقة أنه سفراء يعني الجيسات يجتمعوا مع بعضهم البعض يعني يزروا بيان بمعنى أنه رون نجم ونعاون الشعب التونسي في حالة أنه ثم تشاركية ثم حوار تشريك كل يعني الفاعلين السياسيين والمنظمات هذه يعني إمكانية أنه الدفع من أجل يعني تمويل البرنامج اللي تخططوه أو تتفقوا عليه نهيك حب نذكر سيد ياسر وانا تقريبا منذ 2014 وانا في وسط المعامة هذه وكنا نعرف أحنا قبل معا يعني معا هوني معا يعني صندوق النقد الدولي كانت عنا حكومات شرعية عندها يعني ثقة من المجلس النووي الشعب كانت عنا يعني منظمات وطنية وكان عنا مناخ سليم للفاعلين السياسيين والأحزاب السياسية بطبعا تنسيق مع رئاسة الجمهورية وكانت تم شروط كبيرة باش ننجموا ناخذوا معتها قروض ناخذها بضمان أمريكي خليني نقولها ونوصفها كمعيا أنت تقول الشروط كانت بتوفرة إيبورطان بضمان ناخذوا معتها القروض بضمان فما بالك اليوم وفما يعني فردانية فما انفراد يعني هاكم اليوم تمام مؤسسة تشريعية معطلة اليوم اليوم للأسف سيد الرئيس الجمهورية يخرج يعني في خطاب ليلة البارحة صراحة بالنسبة للقرارات أنا شخصيا ما اتفاجأتش بفمني فقط الطريقة طريقة والمضمون اليوم الأربعين دقيقة نحو منهم ثلاثين دقيقة يعني تقريبا كيل التهم والتخوين وكل خطابات اللي استنسنا لأصدقاء الأمس ويعني حد المنوئين يعني من واللي عندهم موقف لأسف اليوم نحسوا كان بداية شلل بمجلس نواب الشعب واختل نشوفوا اجتمع رؤساء كتل يفشل مرتين في نفس اليوم واللي مشكل اليوم اللي صاير في مجلس نواب الشعب هي جزء من أزمة عامة الأزمة هذه مشات لكل السلط كل المجالات كل القطاعات ولت أزمة ثيقة ولت أزمة نتع الحكومة واختل باشرت ولت أزمة نتع تضام الحكومي مبعد ولت أزمة علاقة بين السلط بين الرئاسة الثلاث كوروما ما يتعداش واهمش المناورة كبر اليوم بصراحة ولت أزمة غير مسبوقة في البلدون اليوم هكتشوف بعدها ناس تجتمع لسحب الثيقة من رئيس البرلمان ناس تجتمع لسحب الثيقة من رئيس الحكومة سيد رئيس الجمهورية وينو المجلس معطل الحكومة معطلة ايهون ماشين ولينا افسيد عيني عينك صاحة لسيادكم صاحة لسيادكم عيني عينبوس سنتين بش ناعد معكم خطهم ويجيبون السلع من الخلص صاحة لكم هاي من نوع بشعب وينو مصدوا خلطون نرش صاحة لكم رب ييدinformation رب ييد願い بشا كير يعذي بجي So رب يسمع الكلمة برا ما يسمع دعاوتك في وقت من الأوقات في علاقة بعض القوى السياسية الحقيقة يسترقب معناها النبرة هذي اللي كنت نسمع فيها ولي سماوها التوينسة ولي كنت نسمع فيه توا دقيقة التالي وقت لي تقول لي احنا احنا اشهر التالي كانت فما مؤسس دولة وبالرغم من ذلك كنا غير قادرين على كنا ما نمشي وكان بي ضمان وناخذوا فلوس الحقيقة ما يقابلش بعض وانتي واضح اللي كنت تحكي عليه هو تعطل كامل اللي هيكل الدولة سيطارة برق الله وفيك ساعة الأكستري هذي وهذي يأكد ونعاود اللي استعرف اللي أنا معتها نائم مستقل وشانت في الاتخابات كمستقل ولا الآن مستقل وانا الكلام نقوله وراني مش مطالب باش نعجب حتى انسان انا نقول في كلام مقتنع بي وانتي توا أكدت لي اللي اسمعناه يمشي في الخانة تاعي معناتها انا راني ما كنتش نتابل للمنظومة اللي قبل خمسة وعشرين لانا باش نفسر لك انا شنو عملت استدلال انه وراه نحي المشاكل الداخلية اذا كان عندك انا نحكيه دي قلتك من 2014 لو نحكيه لك معتها كنا ناخذه في قروض بضمان امريكي رغم انه مرحوم باجي قاية السبسي معتها في تناسي قوي معتها كل تقريبا الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية نديا تونس والمنظمات كذلك يعني فما مناخ على الاقل سمى سليم وناخذه قروض بصعوبة وبضمان امريكي نحي وكلمة سليم لحظة عاد ايه تفضل وقتاش اللي حكيت عليه هاي لتاوه ما هو تاوه اللي جبتلي زو السياقات سياق ثاني جبتهولي في علاقة بالبرلمان 2019 قلت راو اليوم انا كنت موجود حتى حتى اللي قابلوا في تصويت على بعض القوانين الاخرى قبلة انا كنشوف الحاجة ضد قناعاتي راني نتكلم واضح واضح دونك كي جيت لها هنا وقتا قلت لك قلتك راو اكثر ما فاما في المجلس اللي يقرقني انا شوفي حقده كره بين زملاء وهذا اللي وصفته في المداخلة الثانية دونك هذا معتا حبيت نقولك اللي هما متناسقين واني عندي قوة اليوم قوة ضغط جديدة اسمها اللقاء الوطني للانقاذ ونحب نفهم طبيعة كمواطن تونسي كناخب وكصحفي دونك نحب نفهم ونحب نفهم الانسي جيم اللي فاما في التمشي السياسي اليوم الشخصيات هذية مثلا اللي هي رايقدرها عالي وكبير لكن الحقيقة فاما لقاءات غريبة الأطوار رشة جنوة لنجم يجيب عياذ اللومي الأحمد نجيب الشابي لكن مش مشكل زوز مقتنعين اليوم فاما أزمة مالية خانقة وتعرف اليسي عياذ اللومي سيتان اكسبير كونتابل ويسيان مولم بالوضعية هذه فلأجل ذلك هو موجود يا سي تارق افهم ليح انه الان احنا في سياقات والسياقات هذه شفها فها غضب صار نهار 25 جويل على شنوها صار صار على الشي اللي كنت توصف فيه انت الان مثلا بصوتك وصار زادة كذلك على ناس كانت في الحكم معناها اليوم اليوم كيفاش مش النجم أنا ننسق ما بأنتي أول ما بديت قلت لي آراءة شخصية ما بين انتوما شنوما اليوم اليوم شنوما انتوما تحالف سياسي نوات لي حزب جديد قوة ضغط جديدة جعوبت عليها اي شوء قوة ضغط جديدة لما ننفسرها فضل مسألة معتها انفو بورتوت هاللقاء هذا له حزب سياسي ولا كيان سياسي ولا جبهة سياسية هما شخصيات وطنية اجتمعت من منطلق شعورهم بانه لا بد من ايجاد حلول لبلادنا في ظل ازمة مالية عمومية خانقة ازمة اقصادية واجتماعية والقادم وهذا غريب الاطوار لحقيقة من عند سياسيين محنكين بالدرجة هذه هل يعقل اليوم انو تقولولنا انو انتوما يهمكم كان الشأن هذايا وقتلي اليوم رئيس الجوء اه جستما عملا جاوب بعد الفاصل من جاوب يترقف تيتي هذا المدخل هذا اللي جمعنا ثم بعد نشوفوا اشنا ونطرحات هل نشوفوا جستما على خطر في علاقة بقرارات رئيس الجمهورية البارح الان فما خارط الطريق في البلد انتم ما كيفش تفعلوا معها وانتم خارطوا في علاقة بالخطة من الاتحاد ولا غيره حديني مع سي تارق الفتيتي بالثاني رئيس البرنامان المعالقة مهم عضو اللقاء الوطني للانقاذ نفهمه في الكنتور نفهمه في هاتنقول اللبنة الاولى والمعطيات الاولى حول اللقاء الوطني للانقاذ يقول لي سي تارق الفتيتي انه اللقاء الوطني للانقاذ اساسا يهمه الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ويهمه تمويل الميزانية يهمه المشاكل الاقتصادية بالاساس للبلاد وتتلم الاشخاص للتفكير ما بعضها كشخص حول ذلك لكن حتى شيء مناجم يكون غايب عن سياقات سياسية رئيس الجمهورية يتكلم البارح ويعطي خريط طريق هل تبلورا لدى اللقاء الوطني للانقاذ موقف من قرارات رئيس الجمهورية هو الامانة كانت ندوة صحفية اليوم الصباح يعني فوجئنا لأنه تعرف معتها تخيط سيدة رئيس الجمهورية معتها يتم العلين عليها في الابان لكن نتفعل معها الامانة معتها نتفعل معها تفعل شنو ما تحدثناش في طار يعني اللحظة يعني من ندوة يعني جيت مباشرة لهنا بحديكم سيليس اليوم معتها هي خطة معتها ببرمجة أو روزنامة قدمها السيد رئيس الجمهورية تقريبا دون استشارة أي أحد ومفهمنش فيها فيها مصطلحات يعني اللي نعرفوها احنا وعبر عليها هو في عدة مناسبات سابقة يعني مصرف في تنزيل البرنامج ممتاز أنت هذا دفعت عليه في أكتوبر 2021 قلت أنه انتظاراتكم من قرارات 25 جوليا 2021 كانت كبيرة هذا كلمة كنت وقرارات الرئيس كانت صفعة لكل منظومة ما قبل 25 جوليا خاصة طبقة سياسية اللي اعتمدت منهج خطأ أردنا محاسبة كل الفاسدين وكل من أجرم في حق الشعب التونسي أنك ترفض العودة للمجلس والبرلمان انتهى بصيغتها الحالية شنو اللي كنت ترغب أن الرئيس سألنا عليهم ما قامش به إذن هو في تنغو ما علي قلت أنت في أكتوبر 2021 لا ممتاز جدا ممتاز ممتاز لأنه بالفعل الحديث هذا قلته من بعد 60 يوم لأول ظهور أعلامي من بعد كان من بعد 60 يوم بالتمام والكمال في وسيلة أعلامية وقت تحدثت هنا قلت أنه بالفعل هي 25 جولة كانت صفعة للطبقة السياسية ولا التوصيف اللي عديته مع تلكسي اللي عديته كان يجيوب على هذا أنا شو نقوله اليوم أنا خمسة شهور وسيد رئيس الجمهورية عنده خمسة شهور يمسك بدولي بالدولة فما حتى معه معه هو المشرع في فترة ما كان معه رئيس النيابة العمومية عن نفسه هو رئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية حتى بوجود يعني حكومة هو اللي يعمل كل شيء معتها حتى الإطارات السامية للدولة تنسية يعينها السيد رئيس الجمهورية كما كذلك في يعني هاللجنة متع عدد القرون الانتخابي أو الإصلاحات أو كل هو اللي يعينها هو رئيسها ومع ذلك مع ذلك سيد رئيس الجمهورية جاء معتها ويعلم في التوينسة أنه وراه المجلس كلها فسات جاء حطنا كل في خاناة واحدة اليوم ما ما عندهمش حصانة وينهم الفسات اليوم أنا وجهت له دعوة مرتين اثنين في خلال ظهوري تقريبا من بعد خمسة وشيجويل مرتين في المرتين أنه وجه دعوة وهذه دعوة ثالثة يا سيد رئيس الجمهورية إذا كان المتين وسبعتاش النايب فسات عملنا لجنة سهلة في ظرف أسبوع تطعتنا على الأقل من تتوفر فيه شبهة الفسات نعم وحيلهم للقضاء أحنا كل نيب من نجمي باشر إلا ما يعمل التصريح على المكاسب والقانون متع التصريح على المكاسب وأنا كنت أحد المصوتين عليه في الدورة البرلمانية الفارطة يعني في الورباطس تخلوا في الخروج بالضبط تخلوا في الخروج أي معلومة خاطئة تصل العقوبة إلى ستة سنوات سيدة كانهم في ستة تحطهم كل في الحبس مكش انتك بالقضاء سيد الرئيس عندك الألية عندك الألية عندك اللجنة فيها خمسة أطراف وزارة المالية في علاقة بالقباضات والإداءات عندك يعني هائة مكافحة الفساد اللي فيها التصريح عندك يعني الشؤون المحلية اللي هي والتابعة وزارة داخلية دوك سيتار قاعد تقول لي بنسبة لك أنت اللي تلومه مش المبدأ وإنما البطء وعدم النجاعة هذا اللي قاعد تقول لي فيه الزوز مع بعضهم طولنا نتفكر هذه عدم النجاعة قلنا هالأطراف هذه ومع الداخلية وكل تشوف أنت تقابل هذا الدخل بتاعه أو ألا لا لأنه تشوف طبعا الفيسبوك كلها فسات شوفت كيف اجترحت أو يرجع بتحكي كما يحكي طرق الفتيتي في العادة لا يا من لول كنت في السياسة ضعت شوية مع اللقاء الجديد هذا اللي مازال ما مش واضح لا 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 اسمال عليك لا لا مازالها مناش فهمين الحقيقة اللقاء الوطني اللقات مرحبة أنا عندي انطباع أنه هو قوة ضغط للذهاب إلى حوار مع الرئيس نقطة وارجع على السترق وليش بيكون حتى حوار دون الرئيس اي مش مش ارجع لتوقع تقول لي رئيس الجمهورية هدايا بنسبة لي بطيء وغير ناجع عنده الأليات وتغلب عليه النزعة متاع الفردانية دكور سيد الرئيس راهوا واهم من يعتقد أنه يمكن بيمكنه بناء تونس أو إصلاح عدد أشياء دون التشاركية راهوا اليوم فما سوابت في الدولة تونسية دون كنت تحس بالضيم تحس بالضيم تقول أنا تحطيت فرد شكارة مع الفوساد وما فمش عني ما من حقي وأنا كنت توجهت برسالة في جويلة بين خروج الإشاعة تعدم صرف مستحقات يعني أو لحدة فقلت أنا للمجلس وحتى نسخة للقاسة أخي لست فاسدا ولا متملقا ولا متزلقا مش وحدك تقول برشا نوو لأنه اليوم كانت تحل صفحات الفاسبوك تتاقي كلها فوسات اليوم وبالحق لو فما ضيم نحسوا ويشعروا به زملا إخي اليوم مجد كرباعي إيطاليا نهبنا في إيطاليا فاسدة اللي رغم الحيف والضيم اللي يشعر به اليوم هو تقريبا من المدافعين القلائل على سمعة تونس على النفايات وعلى المهاجرين اليوم لا سعد الحجلاوي إلا في سيدي بوزيد واللي يقدم قضايا فاسد ما هو شي فاسد شو دعوتك الأساسية في علاقة بذلك طرق الفتيتي بش كله مروض نختملك بهذي تفضل بش للتاريخ على قل تفضل أنا معك تفضل أنا وبرشة ناس يعيبوا علينا متكلموش متكلموش عنا قلنا خلينا نحافظ على خيط رفيع على شعرة معاوية لعلنا نكونوا سبب يعني في خلاص يعني هل البلد دالي يا سيدي ما وتوصفوه بالانقلاب شوفنا وسطات وتلمينا النواب تقريبا أكثر من 130 نائب يا سيدي انقلاب نحبه راجعوه شرعي ليسوا حبا في قيس سعيد حبا في البلاد هذه وفي أبناء شعبنا لأنه نعرف المنهج اللي بشي بشيره راهو باش يدخلنا في عزلة على أساس يلتأم البرلمان لا وين قلت انتهى يا سيدي هون عشيك الحلول اخترحناها فضل ما نحبوشي معترنا نخدمه بشي وبالزيطة والعيطة همشنا همشنا نقول لك همشنا نقول لك والله الحقيقة اللي حاشم بأدئه وذيك أموره خاطر يبدأ عنده ما يخبي ما إذا كان معدكم ما تخبيه وتقول لي أنا قادر نمشي للعدين يا عبس كالير ما لعليش حاشم بخدمتك تفضل قولها يا سيدي قلنا له تحب تحل المجلس تحلوش انت نحلوه احنا بيش ما تدخلش في هالمنحة الانقلابي يا سيدي انشار عنولك الانقلاب أكثرش من هك تحب تخوى حكومة وتبدأ تخدم ونعطوها يعني تفوير المجلس المجلس ينجم يعمل كل شي ما يتحسبش عليه يا أخي تذكرش سيموصف بن جعفر مش علق أشغال المجلس تأسيسي احنا جالسة العامة جالسة العامة سيدة نفسها وعنا النصار أكثر من 120 نايب النجم ونعلقوا أشغالنا وحدنا بيش حتى حد بيحطك في خانة المنقلب رئيس جمهورية معنوش ثيقة شو مش مسألة تعثيقة مسألة معتها مصلحة وطن مصلحة بلاد اليوم كيفاش بيش كاملوها الميزانية سيدة هايز اليوم وقت الي جي معتها شو حنا تعقمح تعرفت بقات في أسأل الأخوين أشخص خلاصل عليها خلاصل عليها تقريبا 700 ألف دينار خطايا خطايا لأنها راسية في البرد وما فرغتش شو حنا متاعها اليوم وأنا نعطيك معتها من ناس الثقات اللي يكلموا فينا اليوم في يعني عدة مستشفيات ما نجموش عملية لأنه فيه نقص في الأدوية وتكلمت فيها الفرميس سنترال ترقل فتيتي سؤال أخير اليوم أنتم تحبوا تدفعوا إلى فكرة الحوار بأي أليات شنو أليات الضغط اللي عندكم في تارق تفاضل والله أليات الضغط الوحيدة اللي عندنا هي يعني الشعور يعني بأنه أحنا ساعة في وضعية تمحوني مع تردي أجد وفي أزبت مالية عمومية خانقة غير مسبوقة بالمر الألية اللي عندنا هي الحوار هي الالتقاء وإن شاء الله بش تكون عنا رزنامة متعليقاءات مع عدة منظمات عدة فعاليين سياسيين عدة أحساب لن نقص أحدا إلا من أقصى نفسه وإحنا عنا ثواب تقولنا في الدولة الوطنية ولي نمن بها ولي نلتقي فيها مع يعني الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة يعني وفي الخطة الثالث معنا أنا وين تدخرتم في الخطة الثالث كجزء منه لما ليه نلتقي نشاركو في عدة يعني قواصم يعني مشتركة النجم وندفعو بها اليوم نحب نقوله وكلمة آخر أنه اليوم الدعوة مرة أخرى ما زالنا ما فقدناش الأمل سيد رئيس الجمهورية أنه رجع قراراته أنا راني ما نحكيش في علاقة بالبرلمان شعندك فيه البرلمان بالنسبة لي انتهى وقلنا هذي يعني من مسابق مش من اليوم اليوم راهوا سيد رئيس الجمهورية يجب تشارك الناس راهوا الفردانية ما عندها مين توصل راهوا الفردانية ما قالها إلا العزلة يعني عزلة خارجية وزيد عزلة داخلية اليوم مشكون منصري سيد رئيس الجمهورية مشكون المزال في المنصري سيد رئيس الجمهورية البارح يا سيلياس راهوا الوقت نشدها 40 دقيقة ناخذ منها 30 دقيقة معتين كيل التهم أنا اليوم أمنيتي كمواطن رئيس الجمهورية يخرج تحبوه يضحك في خطابيته في دول تتقاتل وتحارب وتخرج تضحك اليوم رئيس الجمهورية ما نحبوش ويخرج بش يسب يعني جزء من أبناء شعبنا بكش يعتبر لي مفهم حد شي يضحك كيفش بكش يعتبر لي مفهم حد شي يضحك هو تعبير مجنزي يعني بالمسألة هذه ليست يهربط بي المسألة ونتكلم وهو رئيس كل التونسيين وتونسيين من حقنا أنه معتها يكفي سب وشتب للناس هذه تسب في مناصريك بالأمس تسب في المنوئين متاعك اليوم سيد رئيس الجمهورية راهوا كلمة أخيرة المنحة اللي مشى فيه تتشاركية تتقول تتشاركية تتطلب تتشاركية أنا تتطلب تتشاركية عكس الفرداني اللي ينتهجها سيد رئيس الجمهورية ما هو إلى لقاء أول مع مواطئ شكرا لك سيد رئيس الجمهورية شكرا لك على قبول الدعوة إلى حين أنه تتبلور أكثر التمشي متاع اللقاء الوطني لأنه واضح يحب يهز إلى حوار وطني ولا يكون جزء من حوار وطني بارك الله وفيك سيد رئيس الجمهورية شكرا لك